انا او انت او انتي اي واحد فينا انا ما بعرف ولا رسم صيني منها الرسوم تعبطوا هذه الالفاظ هذه المرسومة ولا رسم بعرف نشوفه بصراحة احوتي ستتعلموا حلو وانا صادق في ما اقول يعني اتامي نفسي بالجهل مش فخر يعني بس هذا ما بعرف ولا رسم صيني حلو اجتني لجهة امتحانات اعطوني امتحان على الطريقة الامريكية اي بي سي دي اعلم وانا صحيح مئة سؤال مش عشر وخمسة مئة مئة سؤال بالصيني بس انا بعرف الارقام واحد اين ثلاثمائة وبعرف اي بي سي دي وبس غير هيك وكله صيني امامي فيه مغلف مظروف فيه الاسئلة بارقامي كما هي ايه مع الايه الاجوبة لكن مغلق عليه مغلق تماما موضوع امامي واشترتوا علي ايه الا افتح المغلف تحت ايه طائلة الرسول لو فتحته خلال الراسب مش هيطلعوا حتى في علاماتي في عجوبتي وفيه كاميرات المكان مرقوب بالكاميرات من اربعة انحائه المكان مرصود مرقوب باربع كاميرات من اربعة انحائه وفيه رقباء ثلاثة اربعة قاعدين قاعدين لي فعلا لاحظوا انني لم اقترب حتى من المظروف بعيد عني متر لم اقترب منه ولا محاول ابدن اه وحين سلمت بعد ساعة الورقة وجدوني اجبت في المئة سؤال بالجوابات الصحيحة في عين اني لا افهم شيء في الصينية ولا اي رمز من غموزة هذا الشيء خارق قطعا خارق يعني عادي لا امشي عادي ما هو عادي بالمرة ان اجيب عن عشرة اسئلة بالحظ السعيد بصير عشرين ثلاثين بس مئة والمئة اللي هو مات الصحيحة وبالصيني اذا هنا بالله عليكم بلغة تمثيلية قياسية اللي حصل خارق هل انا انتهاكت فتحت المظروف انا ولا تدخل هتقوله فيه انتفينشن فيه من التدخل شفت دنيا العدنان ابراهيم روح فتشوف دنيا لا يكون في عنده سماعات صغيرة جدا مما يوضع داخل الاذن قريب من الطبلة ممكن الاحتمال القامل مش قائم قائم وانه بهذه السماعة رجل خارج القاعة اصلا وربما على بعد حتى اثنين كيلو كان يتراسل معه ويقول له الاول ايه التاني سي التالت دي الا الاحتمال قائم لكن هذا خرق ولا تدخل تدخل عامل غير ايه موجود في الساحة غير موجود في المكان اثنين في شوية احتمال الأكثر يعني غرائبية أن يكون بيني وبين واحد قد يكون في مصر على بعد ثلاث تلاف سكيله. تناقل أفكار. فرانس فينس آه ثوت أو تلا بثي عنده مصطلحي تلا بثي تخاطر. سبحان الله بقر دماغي وأنا بقر دماغه. سبحان الله. الأسئلة عنده مفتوحة وبعرف الأجوبة هو بطريقة ما ونفس الشيء بالتخاطر وقل لي الأول إيه الثاني دي الثالث إيه الرابع الخامس بالتخاطر والاحتمال قائم قائم هذا لأن التخاطر موجود ومتحقق منه ولا صحيح الاحتمال الثالث أني أنا عندي قدرة برضو يعني فائقة للطبيعة متجاوزة للطبيعة اخترقت المظروف واطلعت على ما فيه دون أن أفضه ودون أن أفتح الأوراق كمان. قدرة النفس المجردة هذه. في ناس عندها القدرة الغريبة عجيب يقرأ أشياء دون أن تفتح موجودين. إيش شيء اللي يقرأ ذهنك بصراحة أصعب اللي يقرأ إيش شيء مكتوب على أوراقه. هدة احتمالات كل هذه الاحتمالات وغيرها. هل تعطبر خرقاً للقانون اللي هو إيش عدم فتح المغلف. ولا تدخلاً؟ تدخلاً فينو من إيه؟ فهمتوا ما الفرق بين الخرق والتدخل؟ فالآن نأتي إلى موضوع المعجزة الحمل البتولي الحمل تولد العذري والحمل البتولي على هذا. زي التولد العذري هذا مريم عليها السلام. الرأي الصحي فيها عند أخوان المسيحيين وعند المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى أنها لم يمسها بشار بفضل الله. الحصان الرزان الشريف العفيف عليه السلام. وإنما حملت بسبب غير طبيعي. فنفخنا فيها فيه صار نفخ معناها أوضع رحمها ماذا؟ شيئاً على الأرجح أن له طبيعة إيه؟ الحيوان المنوي. بس هذا مش حيوان من بشر ولا عن طريق إيش مناسبة إيه؟ مدنية أبداً الملك. الآن هنا تأتي الفكرة الرائعة لسي إس لويس. نحن بدي أستشهد بيعاته. قال لك ما الذي يحدث الآن؟ في مثل هذه الحالة التدخلية. هناك تدخل وماذا تدخل؟ هناك تدخل. فكرة التدخل من حيث هي في ظل معطيين ممكنة أو غير ممكنة. ما هي المعطيين؟ المعطى الأول وهو الأهم. عرضية وإمكانية العلاقات السببية في الكون. العلاقات السببية في كوننا ليست ضرورية. بل هي ماذا؟ ممكنة عرضية. لا، افهم هذا جيداً. اثنين! والعامل الثاني وهو ماذا؟ وجود الله لا إله له. وهو فائق للطبيعة، وتحكم في الطبيعة بالكامل ومقنن قوانينها ومدستر دستيرها لا إله. حيالو. في ظل الإيمان، طبعاً أنت ليس من المعقول أو ليس حتى من المفهوم أن تحاول أن تقنع ملحداً بالمعجزة. هذه خطوة متقدمة قبل أن تحاول إقناع ملحد بالمعجزة لا بد أن تقنعهم ماذا؟ بوجود الله لأن الملحد الجازم بعدم وجود الله يستحيل أن يقتنع بوقوع معجزة بالمعنى الديني للمعجزة إنسى إنسى ممكن يؤمن بظواهر بارة سيكولوجية على أنها من خواص الإنسان بطريقة الإسلامية يتم اكتشافها لكن التدخل ديفاين هذا الإلهي هو اليؤمن هذه خطوة متقدمة ستقول لي لا لكنهم ينقشوا ملاحظة آه ينقشوا عرف لماذا؟ ينقشوا قال لي كي يقيموا الحج علينا ويثبتو لنا أنه بناء على قواعد العقل المشتركة بيننا وبينكم سيثبتو لكم أيضاً المعجزة مستحيلة مستحيل تكسبوها عينها ولا تقدروا مستحيل ما يقدروا ما يقدروا فلسفياً علمياً ما الصحيح سنشوف ليش نرجع للعلم بعدين العلم يريد محاطر للحاله أيضاً غير فلسفة العلم المعجزة يريد محاطر للحاله أيضاً نرجع فإذا في ظل هذين العاملين التدخل ممكن ولا غير ممكن ممكن الأهم فيهما ليس وجود الله وجود الله طبعاً بحذ ذاته هو أهم من الحقائق لكن قصد في قضية تبرير المعجزة ما هو؟ عرضية وإمكانية قوانين الطبيعة هذا الأهم لأنها لو كانت ضرورية بده تصير حتى مفهوم التدخل في أحسن أحوالي وهذا مقبول على كل حال برضو بده تكون في أحسن أحوالي ماذا؟ تجاوزاً للقانون تجاوزاً تجاوزوا بالكامل أنا أخضع الظاهرة لقانون إلهي ليس قانون طبيعي تصير وفي أسوأ الأحوال تصير انتهاك وخرط ماذا؟ للقانون إذا العلاقة ضرورية لكن الحمد لله من أصل وليس ضرورية يعني سهل فكها بسهولة ولا يقع أي تناقض في العقل صح ولا فبالحري ما يكون فيه تناقض في العالم الإلهي الله لم يكن أي شيء متناقض مع ذاته أبداً أبداً قلنا يا نارو كوني برداً وسلاماً واضح؟ عشان أعمق الكوريسة بدرجع أعمق الكوريسة بدرجع عشان ما نساش الفكار تداع عنده فكرة جميلة جداً ما يقول هو؟ يقول بمجرد أن هذا العامل التدخلي ينجز مهمته مثلاً مهمته في الحمل العذراوي البتولي عليه السلام أنه أعطاها هذا العامل الحيمن مثلاً وعلشان هذا الحيمن ينتج إنساناً زينة المخروض يكون فيه تركيب حيماً بشري تماماً صح أو لا؟ نفس الأشي ويبدو هذا اللي أصار قل بمجرد أن تنجز مهمة هذا التدخل قد تكون خاطفة سريعة وغير مرئية إلا طبعاً غير محسوسة ما الذي يحصل؟ الطبيعة تواصل عملها تتمثل هذا الوافد الجديد تستوعبه مباشرة تمتصه ثم تخضعه لقانونها ويبدأ يصير التكاثر في الرحم العذراوي بالطريقة الطبيعية المدرسة في علم نفس الطريقة ولذلك عيسى عند كل مسيحيين مكث تسعة أشهر في رحم أمه وأكيد طبعاً أجاه المخاض وألا متقلصة أبداً أبداً العملية أصبحت كلها طبيعية بعد ذلك الطبيعة وهذا له علاقة بكلامي عن نشآت الثلاث والانتقال من نشآ لنشآ ما يحدث؟ يخضع المنقول لماذا؟ لقوانين نشآ المنتقل إليها هذا تعلمت من الفلسفة الإسلامية الحمد لله سي إس لويس لا يعرف أنه فلسفة فكرة الذكية وذكية جداً ما شاء الله عليه أنا معجب جداً بهذا المفكّة ما أروعه كان ملحداً على فكرة عشان هي قوة حججه الإيمانية لأنه ألحد ثم بعد الإلحاد اهتدى الإيمان بآقل وفلسفة ومخجبار عنده إيه سي إس لويس فقال لك هذا اللي بصير تدخل عنده دور محبود في البداية طبيعة تستقبل هذا العامل الجديد ثم تخضعه لقانونها أهلا وسهلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر